تهمت نقابة الصحفيين الفلسطينيين جيش الاحتلال بتعمد استهداف الصحفيين الفلسطينيين خلال تغطيطهم للمواجهات الدائرة في مختلف نواحي الأراضي الفلسطينية خصوصا في ظل موجة التوتر الحالية وقال نقيب الصحفيين عبد الناصر النجار خلال اعتصام نظمته النقابة أمام هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إن ستين صحفيا فلسطينيا أصيبوا خلال تغطيتهم للأحداث منهم خمسة في حالة خطرة وأشار النجار إلى أن النقابة تسحى لإدعاء ملف الاعتداءات على الصحفيين لدى محكمة الجنيات الدولية داعيا الصحفيين إلى توخي الدقة والتثبت من الحقيقة والتريث والتحلي بأخلاقية المهنة في نقل الأخبار وحمل المشاركون لافتات تندد بالاعتداءات مؤكدين أن الهيئات المعنية تحضر ملفا لتقديمه إلى محكمة الجنيات الدولية خلال الأيام الماضية صعدت سلطات الاحتلال بشقيها سواء قوات الاحتلال أو المساطنين من اعتداتها بحق الجسم الصحفي هناك أكثر من 60 إصابة بين الصحفيين خلال الهبة الجماهيرية واضح أن هناك استهداف إسرائيلي لكل الصحفيين وهذا ما كان أو ما جاء بعد تصريحات سابقة لمدير مكتب نيتنياهو عندما قال الصحفي الفلسطيني هو صحفي مسادف لأن قوات الاحتلال لا ترغب بنقل الحقيقة الصحفي الفلسطيني صحفي مهني هو ينقل هذه الحقائق كما هي على الأرض وبالتالي قوات الاحتلال لا تريد أن تشكل رأي عام ولا تريد فتح جرائمها خاصة وأن عدسات المصورين قد أكدت وأثبتت بالدير القاطع أن هناك جرائم ضد المواطن الفلسطيني